ومناسبة التقس المختلف اللي عمال بيختلف او الله استعدت بقى شواطئ وشوارع محافظة الاسكندرية لبداية الشتاء احنا دخلين على ايه؟ على الشتوية على رأيه ستة فيروز رجعت الشتوية وموسم النوات اللي داخل علينا خلال ايام اولها نوة المكنسة او على رأيه الاسكندرانية يقولوا ايه؟ المكنسة وهي غزيرة الامطار الحقيقة يعني بس انا من وانا صغير احب اسكندرية جدا في الشتاء اروح انا وامي واختي ونعن روح اسكندرية وكن نعن لنا يومين ثلاثة كده في الشتاء يا سلام عظم على عظم اسكندرية دي كانت سكر والشتاء بتاعها طول عمره جميل المهم اللي هو محمد الشريف محافظ الاسكندرية كلف رؤساء الاحياء والمختصين بضرورة الاهتمام باعمال الصيانة الشاملة للخطوط الصرف الشناش اللي هي صرفات الامطار يعني التأكد من الصلاحية القدرة على استيعاب مية المطر رفع درجة الاستعداد لاستقبال الموسم عايز اقولكو في عربيات كده هتشوفوها تحسوا انها سفن فضائية ماشية في الشوارع عربية فنتاص كبيرة مش زي بتاعت زمان بقى حاجة تانية خالص حقيقي والله انا اول مرة شفتها شفتها من كام شهر هنا بحكم الشغل اللي بيتم في مسلس مسبيرو علشان رفع المية وشفتها اثناء العمل للخرصانات اللي بتتعامل شفت حتة عربية هي دي بقى فحتى قلت الزمال يا جماعة لازم نطلع نصورها بره بالموبايل ليه؟ لفت نظري ان العربية دي يا سادة كرام صونعة في مصر العربية اللي حضراتكم شايفينها دي مصري ايوة هو بقى المكانة الكبيرة اللي موجودة دي المكان بتاع السحب والطرد والحاجات اللي انتش دي عربية مصري العربية دي لو عكست شيء هي بتعكس مصر الجديدة الجمهورية الجديدة طريقة الشغل والقدرة والاسرار انت لابت ماشي العربيات بتاعت زمان ولا رايح تستورد عربيات من بره تعملت دي بأيديك شوفوا التقرير ده عن الاستعدادات في الأسكندرية ونرجع نكمل الكلام احنا بدأنا الاستعداد لموسم الشتاء احنا الطبيعي بتاعنا نابد نبتدي الاستعداد لموسم الشتاء من واحد اربعة وليس من دلوقتي احنا من واحد اربعة منبتدي نجهز للشتاء اللي بعديه منبتدي بتطهير الشنائش ثم تطهير المطابق ثم تطهير المحطات ثم تطهير المصابات ثم رفع كفاءة المعدات المستخدمة في مهام الصرف الصحي بما فيها النوات طبعا ولكن في الشهر ايه الاخيرين في شهر تسعة وعشرة بنركز على النقاط الساخنة اللي طلعت من الشتاء اللي قابليه نشوف ايه المشاكل اللي كانت موجودة الشتاء قابليه ونركز عليها نبقى خلصنا اغلب تطهيرنا غرفة العمليات عندنا بتبقى فيه غرفة عمليات موجودة في الصرف الصحي غرفة عمليات موجودة في المياه غرفة عمليات كبرى موجودة في المحافظة كل غرفة بتتعامل مع المناطق على مستوى محافظة السكندرية بالكامل وهي الحقيقة الامر مش محتاج غرفة عمليات قد ما محتاج ان احنا المحافظ والمسؤولين التنفيذين كلهم بيكون موجودين في الشارع ان ما توجدناش كلنا موجودين في الشارع مش هينفع لازم كلنا موجودين عدام الحافظ موجود رأساء العحام موجودة السكورتير العام المساعد موجود نواب موجود كله لازم موجود لان دي بتبقى ظروف طريقة دي عبارة عن محطة متنقلة بيتم الاستعانة بها في الظروف الغاري خارج نطاق العربيات الشفط لما بيبقى فيه كمية أمتار زيادة عن اللزوم بيتم الاستعانة بها عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدارة العامة للطوارئ والكسح التوجاري بيتم الاستعانة بها فبنروح في أعرب مكان اللي فيه كمية الأمتار الزيادة وبيتم نزول الخارطوم بتاحها عبارة عن 12 بوصة بيتم نزوله وفارد خارطيم لمدة 2 كيلو لطول 2 كيلو وبيتم سحبه وطارد في نفس الوقت حضر رجعنا بيبقى متمركزين في مكاننا تمام؟ بيبقى أعرب مكان اللي تراكم الماء فالعربات المتمركزة بتتواجد فيه على طول تمام؟ نسحب أي تجمعات في الماء على طول ونستفضي على أعرب مكان زي مثل محطة أو مطبع الأعرب مكان لنا يعني اشتركوا في القناة